اشتركوا في القناة في 20 ساعة الماضية تم تسجيل حالتين فقط كانوا معزولين بالمحجر الصحي قادمين من جمهورية ايران الاسلامية حالتان جديدتان بكورونا ترفعان قائمة الاصابات في الكويت الى 45 وقيادات الوزارات تفقدوا المحجر الصحي في الخيران وتؤكدوا على تجيزه بكل المسلزمات العمل متواصل في الدوائر الحكومية وكورونا يرجع تنفيذ البرامج التدريبية فرق تجارة سكبل جولاته للتأكد من توفر مسلزمات التصدي لكورونا بعد غياب السماك الايراني عن السوق المحلية الراي يرصد مؤشر الاسعى وفي النشرة بنجالي يعترف بقتل المواطن المفقود في بر رحية أهلا بكم في نشرة أخبار رأي قدمها لكم علي الموسى أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المسجد ليرتفع بذلك إجمال عدد الحالات الى 45 حالة مؤكدة وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بوثينا المظف إن الحالتين التي سجلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران هذا وجددت الصحة التأكيد على أن جميع المصابين بكورونا في البلاد يتمتعون بصحة جيدة هذا ووصل إلى البلاد 22 مواطنا كويتيا من مدينة شيراز الإيرانية على متن الخطوط الجوية القطرية حيث تم وضعهم في الحجر الصحي لتأكد من خلوهم من الفيروس ومن المقرر أن يزور البلاد غدا وفدن من الصحة العالمية لتقييم الوضع ومتابعة الإجراءات المطبقة خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل حالتين فقط كانوا معزولين بالمحجر الصحي قادمين من جمهورية إيران الإسلامية تم أمس التعامل مع طائرة إجلاء قادمة من إيطاليا تحمل 118 راكب وتم أخذ مسحات من جميع الركاب ولم يتبين وجود أي حالات إيجابية بينهم تم التعامل أيضا مع 22 مواطن قدموا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية وتم نقلهم مباشرة إلى المحجر الصحي وزارة الصحة ملتزمة بتبليغ اللوائح الصحية الدولية بجميع الحالات المؤكدة كما تتابع توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا تواصل وزارة الصحة نظام المتابعة والترصد المشدد لجميع القادمين من المناطق التي تم الإعلان عن اكتشاف المرض بها كما نرحب أيضا بأي استفسار على هواتف الخط الساخن تناشد وزارة الصحة المواطنين بالتعاون معها والالتزام بالإرشادات الصحية لكيفية الوقاية من عدوى فيروس كورونا كقسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أو بالمطهرات وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص لديه أمراض أو أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس وكذلك تجنب مخالطة الآخرين والبقاء بالمنزل حين ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية والاتصال على الرقم الساخن مع تمنياتنا لكم بالسلامة قام معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باصل الصباح وبمرافقة سيد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضى بالأمس بزيارة إخواننا المصابين والذين ثبتت إصابتهم وتأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وهم متواجدين في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي خصصت لاستقبال المرضى المصابين بهذا الفيروس كانوا جميعا ولله الحمد في حالة جيدة وحالتهم مستقرة ولله الحمد وقد تفقد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضى يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر المحجرة الصحية في منتجع الخيران لتأكد من تزويده بكل المتطلبات التي تلبي حاجة المقيمين فيه بما يضمن توفير أفضل سبل الراحة وتطبيق أفضل الإجراءات الاحترازية وأكد الوكيل رضى جهزية المحجر الصحي وتزويده بكل المستلزمات الطبية فضلا عن الإطلاع على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المكان والمراعية لمختلف الإشراطات مشيدا بجهود مختلف الفرق الطبية المتواجدة في هذا المحجر وغيره من المحاجر وكل الكوادر الطبية المشرفة على حالات المصابين والعاملة في مختلف المرافق الصحية أوضح مركز التواصل الحكومي إن الأوضاع الحالية لا تستدعي تعطيل العمل في الدوائر الحكومية وأضاف إن من قررت لهم وزارة الصحة الحجر المنزلي هم المعفيون فقط من التواجد على رأس عملهم هذا وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني أنس خالد الصالح اجتماعا اليوم للجنة الدفاع المدني بحضور وزير الصحة ووكيل وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الفريق عصام النهام وأشدد الصالح على أهمية تكريس كافة الإمكانات البشرية والفنية والتقنية والصحية لمواجهة المخاطر المحتملة لفيروس كورونا وضرورة التصدي لها حماية للمواطنين والمقيمين منوها بأن خدمة أهل الكويت والحفاظ على سلامتهم وصحتهم تأتي على رأس الأولويات وأقال وزير الصحة إن الوزارة تواصل المتابعة والترصد لجميع القادمين من المناطق التي تم الإعلان عن اكتشاف المرض بها متاخذين جميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس بغية الحفاظ على الصحة المجتمعية وقد وجه ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بإرجاء تنفيذ جميع البرامج التدريبية الداخلية التي تم تعاقد عليها لحين إشعار آخر وقال ديوان في بيانه إنه نظراً لظروف الراهنة وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المسجد يوجه ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية إلى إرجاء جميع البرامج التدريبية التي تم تعاقد عليها لحين إشعار آخر هذا وعوقفت مؤسسة الرعاية السكنية العمل مؤقتاً بنظام البصمة حتى نهاية مارس بتوجهات مباشرة من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة ران الفارس أجلت طائرة خاصة اليوم عشرات المواطنين الكويتيين الذين طلبوا مغادرة العاصمة الإيطالية روما بمساعدة سفارة الكويت في إيطاليا على خلفية تفشي العدوى بفيروس كورونا وقال القائم بالأعمال المسجد سامي زمانان خلال إشرافه على إجراءات سفر المواطنين في مطار روما الدولي إن سفارة على تواصل مستمر مع باقي الكويتيين الذين لم يغادروا على رحلة اليوم تمهيداً لتيسير سفرهم على الرحلات القادمة ومن المقرر أن تبدأ الحكومة غداً تنفيذ خطة إجلاء المواطنين من تايلاند وتأمين عودتهم إلى الكويت أكدت وزارة التجارة والصناعة السمرارة جولتها تفتشية على الصيدليات والمسودعات والأسواق بغية التأكد من توفر مسلزمات التصدي لفيروس كورونا المسجد وذكرت تجارة إن فراقها فتشت أمس 61 صيدلية في جميع المحافظات واستقبلت 250 شكوى عبر الخط الساخن مضيفة أنها دققت أيضاً على 150 محلاً تجارياً للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير لافتة إلى أن الفرق التفتشية حرارت 22 محضراً ضد أعدد من المحلات التجارية المخالفة بدوره شكل وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب لجنة لقيادة ستة فرق عمل لتفقد العمل والإجراءات الوقائية بالجمعيات التعاونية في جميع محافظات البلاد ويأتي تشكيل اللجنة بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العاقيل تماشياً مع الأجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا تستقبل المنافذ البرية السعودية الداخلين إلى المملكة بفريق طبي للفحص في نقطة فرز تسبق الدخول إلى منطقة الجوازات ويقوم الفريق بقياس درجات الحرارة للمسافرين ومعينة الأعراض الصحية العامة كما يوجه أسئلة حول جهة السفر أو المخالطة للمصابين بأعراض في الونزة خلال الخمسة عشر يوماً الأخيرة إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم ارتفاع إجمال الإصابات بفيروس كورونا إلى 38 حالة فيما أكرى مجلس أبو ظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدرجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية كذلك سجلت سلطنة عمان إصابة سادسة مرتبطة بالسفر إلى إيران بدورها أعلنت السلطات الصحية الإيرانية ارتفاع عدد وفايات كورونا إلى 34 شخصاً كذلك أعلن عضو بالهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني أن أربعة نواب تأكدت إصابتهم بالفيروس كما تم تعليق دراسة في إيران احترازياً كذلك ارتفعت الوفيات في الصين نتيجة كورونا حتى اليوم إلى 2791 شخصاً هذا وقالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يتسع بعدما اكتشفت أولا حالة إصابة مؤكدة في نيجيريا بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء وجددت تحذيرها من أن الفيروس قد ينتشر في غالبية البلدان إن لم يكن جميعها شهدت أسعار الأسماك المحلية والسعودية والبكستانية وغيرها من الأنواع المتوفرة في السوق الكويتية ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار بعد غياب الأسماك الإيرانية وقد أشار عدد من المواطنين إلى الارتفاع النسبي في الأسعار مع تمسكهم بالعزوف عن شراء الأسماك الإيرانية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المسجد نتعرف على التفاصيل في التقرير التالي في ظل غياب واضح للسمك الإيراني أخذت أسعار الأسماك المحلية والبكستانية وغيرها بالارتفاع حيث أن غياب الأسماك الإيرانية هيأ الظروف لهذا الارتفاع نظراً للحيز الذي كان يشغله في إشباع السوق من الكميات التي تغطي حاجة المجتمع الرائي جالت في سوق السمك واستطلعت الآراء حول حركة البيع والشراء وتأثير غياب الأسماك الإيرانية على الأسعار الزبون المتعاود يأخذ إيراني على طول أما كويتي أما إيراني أنت شاهد في السوق في حالة ركود السمك مش ماشي كل حاجة وقفة الزبون مش متعاود يأخذ باكستاني ساعة يسمع كلمة باكستاني أوه لا ما في ما في يمشي البقلول بتسعة ناره بتمارية نار الإيراني الكويتي الشعوم اللي كنا نبيحها بدنارين ونص النهاردة في بابربعة نار البياح اللي بدنارين وبدناره نص النهاردة تلاتة ونص تلاتة كيلو بعشرة كلمة إن السمك الإيراني ينقطع في السوق خلت الدنيا كلها تغلى حتى الباكستاني غالي لما الروبيان الإيراني يوقف عطونا معاد بيومين إحنا كان الروبيان الإيراني السعر سعر البسكت 115 ل110 دينار فجاء مبارح قالك آخر يوم للإيران النهاردة فالبسكت نزل من 115 ل110 فالنهاردة آخر أحجام الروبيان الإيراني تمام كل الزبون بيجي خاد عنه فكرة وحشة إن الروبيان الإيراني في كورونا فالروبيان الإيراني مش ماشي فالنهاردة جاء قالك الروبيان الباكستاني وقف فطبعا البساطة هتشتغل إزاي؟ ما فيش روبيان إيراني ولا فيه روبيان باكستاني هنضطر نشتغل في دي المشكلة كلها اللي بتقابل الناس أصحاب البساطة وإجارات ومعاشات السمك الإيراني طبعا لو مجاش بيأثر على الحركة المبيع عشان السمك الإيراني بيغطي بيغطي هناك كويت عشان سمك كويتي ما بيغطيش الكويت كلها فلازم طبعا السمك الإيراني يبقى موجود بالنسبة للأسعار دلوقتي أكيد السمك كويتها يبقى غني لأن السمك الإيراني مش موجود فالكمية اللي بتيجي من الكويت من بحر الكويت ما بتكفيش هنا المواطن رواد السوق من المواطنين والمقيمين يضطرون لشراء الأسماك بأسعار مرتفعة على حد قولهم مع تأكيدهم على العزوف عن شراء الأسماك الإيرانية إن وجدت قاطعين الظاهر وزارة تجارة صناعة تحسبا لمرض الكورونا المنتشر هذا شيء تشكر عليه بس للأمانة بالمقابل الأسعار السمك الكويتي والباكستاني هم ارتفع سعر البالولة 8 دنانير تقريبا كله هذا الارتفاع الحاصل الضاهر بسبب قطع الأسماك الإيرانية لو في سمك إيراني تشتري؟ لا للأمانة لا 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 أشتري السمك الإيراني ما زال موجود يعني لحد الآن فيه موجود يعني بس بس إنه طبعا الأسعار متفاوتة الحمث الإزبيدي الإيراني عدت ثمانية قبل القطاع كان بستة الكيلو الحين عدت ثمانية بكويت يبتنى عشر دنانة عشر دينار الكيلو والله السعر راح يرتفع شو باشر عقب باشر راح يرتفع السعر راح يصير يعني الإيراني ما راح يوصل بس وشنو فيه مثلا مصري فيه 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 نرويجي سلمون نرويجي موجود المصري السعودي يعني فيه أسماك موجودة بس طبعا مو مو كميات الكبيرة اللي متي من إيران يعني اللي اشتريتها الشعري والكنعة والأسعار والغالية واجه أخذت على السلة على أربعة وثلاثة وعشرين وسبعت عشر وأربعة وعشرين لا ما بشتري أنا لأنه بحب صراحة السمك الكويتي والشعب الكويت ودولة الكويت الحبيبة ولا ننسى أن تحسن الأجواء والعطلة الربيعية هيئاء الظروف لصيد الأسماك المحلية والإقبال على مزادات شراء الأسماك مع التنبيه من قبل اتحاد الصيادين على ضرورة تشريد رقابة الجهات المعنية وعدم السماح بدخول الأسماك الإيرانية عن طريق دول أخرى خالد الفارس الرأي قام ممثل السمو أمير البلاد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر مساء اليوم بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الراحة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالعاصمة القاهرة هذا وقد وصل ممثل السمو الأمير اليوم إلى مصر اليوم حيث كان في قباله السفير الكويتي لدى مصر محمد لذويخ ضبط رجال المباحث الجنائية وافدا من جنسية ناسيوية اعترف باشتراكه في قتل المواطن المفقود في برر حية وقال المتهم وهو من الجنسية البنغالية في اعترافه إنه قام بتكبيل المواطن مع شريك آخر من نفس جنسيته وقام بطعنه بسكين مبررا فعلته بخلاف مالي بينهما وتم وضع اسم شريك الموقوف على قوائم المطلوبين والممنوعين من السفر وجار البحث عنها النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل المركزي يوقف جميع برامج وانشطة معهد الدراسات المصرفية احترازيا اهلا بكم من جديد وجه محافظ بنك الكويت المركزية رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية دكتور محمد الهاشل بوقف جميع برامج المعهد التدريبية وانشطة حتى اشعر آخر وقال البنك إن هذا القرار يأتي سكمالا للاجراءات الاحترازية التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا المسجد وكان المركزي وجه أمس البنوك المحلية نحو اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس لحماية موظفيها وعملائها بتوفير مواد التعقيم والكمامات وجميع التجهيزات الوقائية اللازمة النشر متواصل وفيها بعد قليل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يرجع جمعيتها العموبية بسبب كورونا أهلا بكم من جديد أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم إرجاء جمعيته العمومية المقررة في أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المسجد والذي أدى إلى تأزيل وإلغاء عدد من المباريات القرية وقال في بيان لها اليوم إنه في أعقاب التأجيل الاضطراري لاجتماعات لجنة التدقيق واللجنة المالية واللجنة القانونية إلى جانب تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي ناتجة المخاوف الصحية وقيود السفر فقد تم الاتفاقه على إقامة اجتماع الجمعية العمومية في موعد يحدد لاحقا من قبل المكتب التنفيذي وإلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويترات الرامي دي جروب ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الرأي يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة